اللقطة التالتة بقى هو امام الجميع وقدام السحرة اللي فرعون وعدهم بالمال والسلطة مش هتلاقوا ان العصة اتقلبت حاجة فالقع عصافة اذا هي تلقفوا تبتلع ما يقفوا ماشي اما في اللقطة ديت في لحظة كل ما نقرأ الايات ديت في لحظة يا اخي ما فكروش السحرة ما قالكش طب بص احنا نروح النهاردة كده ونقعد بقى نفكر في الموضوع ده ونحسبه في لحظة فقلقي السحرة سجدا اموا السحرة شافوا لا اموا نزلين ايه ده يا اخي ده فقلق الفقل التعقيب والسرعة اول ما شافوا الاية انه العصة بتاعة سيدنا موسى ابتلعت اللي هم حطوه ده ونزلوه على الارض ده فقلقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى غضب فرعون بقى قال امنتم له قبل ان اذن لكم منه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلافه ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى يهم السحرة يردوا يقولوا لن نؤثرك احنا مش هنفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا السحرة امن بالله بيقولوا الفرعون احنا مش ممكن مش ممكن نفضلك على كلام ربنا وحب ربنا فقضي ما انتقاض ايه عمل اللي في وسعك ايه اللي في وسع فرعون يعمله فكر كده حضرتك ايه اللي ممكن شخص في الكرة الارضية يعمله معاك ولا حق لن يستطيع شخص انه يفعل معي شيئا على غير مراد الله اقصى ما يستطيع البشر ان يفعلوه مع حضرتك هو تنفيذ مراد الله بس ما يقدرش يعمل اقتر من كده انه ينفذ ارادة ربنا انما البشر يقدر يعمل حاجة ضد مراد الله مستحيل يعني اذا ربنا وهبك شيء يجي البشر يقدروا يعطلوا الهبة دي مستحيل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسكة لها لازم يبقى عندي ايمان ده عشان اعرف ادروقه والله انا اقول لحضرتك الاركام بتاعته اللي علمها لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام